تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من سعر رسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 600 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 803 أطنان مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 84 طن وفي مجال حجب الأرز الشعير والأرز الأبيض والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 676 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 42 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 908 قضايا من بينها 270 قضية خبز ناقص الوزن و195 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر